اشتركوا في القناة بمحافظة المنوفية اكد الرئيس ان مصر لديها ما يكفي من السلع كما وجه الشكرى للمزارعين لتوريدهم ما يقرب من 4 ملايين طن من محصول القمح كما اكد الرئيس سيسي ان الدولة تهدف الى الحفاظ على مستويات الاسعار دون زيادة وحول تطورات في ليبيا اكد الرئيس سيسي حرص مصر على الهدنة في ليبيا واجاد حل سياسيا للازمة هناك هذا واعلن الرئيس عبدالفتاح سيسي ان الدولة ارجأت الزيادة المقررة لاسعار الكهرباء لتخفيف على المواطنين رغم زيادة تكلفة الطاقة العالمية وخلال افتتاحه مشروعات الانتاج الحيواني والالبان بمحافظة المنوفية اكد الرئيس سيسي حرص الدولة على ضبط الاسعار واستقرار اسعار الوقود والطاقة مشيرا الى ان قفزة كبيرة في تكاليف الانتاج كانت ستحدث لو تم التعامل مع اسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية كما اوضح الرئيس سيسي انه قد تقرر زيادة الانتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات وذلك لتحقيق الاكتفاء ذاته وتصدير الفائض للخارج لافتا الى ان صناعة اللحوم تعد صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيلا للعاملين بها اكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي ان وثيقة ملكية الدولة تحدد سياسة الدولة تجاه الاصول المملكة لها وفي كلمته خلال جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء بشأن وثيقة ملكية الدولة قال رئيس الوزراء ان الحكومة تهدف خلال المرحلة المقبلة لتعزيز دور القطاع الخاص في العودة للرياضة مضيفا ان خارطة العالم تتشكل من جديد في ظل الازمة الرهنة واضاف رئيس الوزراء ان الدولة عملت على زيادة حجم الاستثمارات العامة لإعادة بناء الدولة وخلق المزيد من فرص العمل ونوها متبولي بان وثيقة ملكيات الدولة تهدف الى تنظيم الاسواق وتعزيز المنافسة تعهد الرئيس الاوكراني فولاديمير زلينسكي امام مواطنيه بان كييف ستستعيد شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا اليها ودع زلينسكي مواطني اوكرانيا الى ابقاء الاتصال مع المناطق التي سيطرت عليها روسيا مثل دونيسك وخركيف مؤكدا ان الجيش الاوكراني سيعمل على تحرير تلك المناطق كما اشار الرئيس الاوكراني الى ان الجيش يتعرض لضغوط كبيرة في دونباس وانه يحتاج بشكل عاجل الى مدفعية حديثة من شركائه الاوربيين هدد الاتحاد الاوروبي بتحرك قضائي ضد مقترح بريطاني بشأن التجارة في ايرلندا الشمالية كانت الحكومة البريطانية قد تقدمت بمشروع قانون جديد الى البرلمان يقترح اصلاح اتفاق التجارة الذي وقعته مع ايرلندا الشمالية بعد الخروج من الاتحاد الاوروبي اعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف اعلن احالة طلب دونيسك بدعمها بقوات اضافية على خلفية تصعيد اوكرانيا واستهدافها المدنيين الى وزارة الدفاع واشدد بيسكوف على ان الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية الخاصة في اوكرانيا هو حماية دونباس نهاية موجز الرابع صباحا مشاهدين لمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة صاحبتكم في هذه الجولة الاخبارية السريعة دارين مصطفى حتى التقيكم من جديد اترككم في امان الله